شايفيتك كنت بالماضي عم تبني اصر مش انه اصري يعني بشكل مباشر لا. عم تبني مشروع عم تبني شي معين. ولكن فجأة هدم هذا الاشي. بطل موجود. هذا في الماضي. ممكن يكون في الماضي القريب او الماضي البعيد. هذا الاشي عم بيأثر عليك لحد الان نفسيا. فالكوت تقريبا ايجابية. فانسى. والطاق اللي قبلتلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك. انسى هذا الموضوع. لساتك انت عم تفكر فيه. بيبين هون عندي انه في اشي قدامك في بناء يعني شوف هذا الانهدم. شي قديم. شي فيه مشاكل. شي فيه عوائق. فانت بالعكس انت خلصت من هذا الموضوع. ممكن يكون عمل. عمل رديء كنت اشتغل فيه. كان فيه كتير مشاكل فيه. وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا آآ الموضوع آآ عم بيكون بناء يعني مزبوط. عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق. فانسى القديم. اطلع لقدام. ورجي العقرب. آآ شايفيتك آآ متل عم بتنيل للموسيقى. عم تسمع آآ كتير هاي الفترة. يمكن اغراني حزينة يا بصر عم تتذكر. يا اما عم تتذكر حبيبي يا اما يعني انت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة. فشايفيتك في فترات رح تكون فيها زعلان. في فترات رح تكون فيها كتير مبسوط. طبعا زعلان مش للسبب يعني ما تخافوا. مش ما في يعني وقعات ما في شي بخوف. ولكن آآ كمود يعني آآ انه مود بدون آآ بدون آآ شغلة حتى تصير حتى. لا هي شغلة هيك فترة مؤقتة. رح تحس بعض الفترات انه في توترات يا برج العقرب. بس ما في شي بخوف. بالعكس بشوفك انت انتهيت من شي قديم غير آآ مربح غير آآ مش في مصلحتك آآ آآ والآن الفترة الجاي عم تطلع على هذا على هاي الفرصة أو على هذا الموضوع وعن بتروح له. شايفي كمان ممكن يكون فيه سفر. عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل. شايفي انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر. يعني انت تفكره انه معقد يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات. انت تفكره انه معقد انه كذا. بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع. شايفي تكون قريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر. ولكن بيقولك انه انه ما تسافر لحالك. يعني آآ على الاغلب رح تسافر اما مع آآ زوجة مع حبيب مع آآ ما بعرف بس يعني ننصحك الورق بانه ما تسافر لحالك لانه آآ انت من الناس اللي شوي آآ عاطفيين. فيمكن ازا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير آآ تكون آآ متعزب يمكن نفسيا فحلو انك تسافر مع حدا. مو شرط آآ حبيب او كزا. ممكن يكون اخ ممكن يكون. بس انا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك. آآ شافي فيه كمان آآ شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق. آآ وانت عم تاخده على ادعق له على طول الوقت. ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور آآ رح يكتشف انه انت ما اخده على ادعق له. يعني رح يكون فيه شوية آآ صراع للناس اللي اساساً عم يشتغلوا. فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير. آآ هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري او مائي. ما اكتر اشي مبين. آآ مبين انه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة او ترقية خلينا نقول للناس اللي اولي بيشتغلوا. فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا. آآ من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي. فانت تعبان نفسياً بالوراء فعم ينعكس على صحتك. فانت شو لازم تعمل? يعني لازم انه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن في آآ ما تفكر كتير ما تعطي للامور اكتر من آآ من حقها آآ لحتى صحتك تكون نيحة. الاناث من آآ برج العقرب عم بيهتموا جداً جداً في جمالهم. انه اساساً جميلات يعني بس آآ عم يهتموا اكتر آآ في كل الموضوع في كل المواضيع اللي بتحص الجمال. شايفيتك هون عم تترك الدنيا وتفوت الدنيا جديدة. آآ تطلع من حبس. والله فعلاً يمكن يكون في حبس بالموضوع. انت محبوس يمكن مسجون. آآ لا آآ بمزح. ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع. انه كنت محبوس له افكار كنت محبوس له اوهام. رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح آآ كي طاقة رح تنفتح. مثل تفتيح عين او آآ روحانيات او شي عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام آآ لارض الواقع. عم بشوف كمان ممكن تترك دنيا تفوت الدنيا تانية. آآ تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة. شايفة انه في باب رح ينفتح لك. هون انا قلت في ناس عم بتكون متشائمة تركت شغل هكذا. آآ عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي يعني لانه مرتبط المادة يعني عمل. آآ فعم بشوفك لا في فرصة جديدة في باب جديد عم ينفتح. انت ما كان يخطر على بالك ابدا. خلينا نشوف شوي على العاطفة. اكرب. دايما لما حرك الورق يعني بنصحكم تمشوا الفيديو لانه موضوع المملب. رح تمسك ايد الحبيب. عقرب ما بتقولنا. ما بتخبرنا. في حب كبير. في مشاعر كبيرة بيكنل لك اياها الحبيب. او انت بتكون بتكنل اياها. يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحثي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية. لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية. شايت الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد. في شغف كبير ناحية. في شو في محبة وانت شو? انت عصابة باردة. علاقة ثلاثية. ولكن ما بشوفها ذات اهمية. ما بشوفها انها مهمة. وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا. بس ما بشوفها انها دائمة او كزا بشوفها انها مرة واحدة يعني خاصة انه كرت واحد بيان وخلاص بعديها في اه مصر على هاي العلاقة. اول شي طاقات قبل ما انسى. طاقات عم تكون هوائية زي ما انتو شايفين نارية مائية اكتر شي. اه هلأ مش شرط ازا انا ما ذكرت يعني اه مسلا طاقات معينة بتكون الابراج مش اه موجودة. ما دخل هاي هاي طاقات يعني عادي. اه ما بتأسر بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انو احكيها. اه هلأ بالنسبة للعاطفة. شايفيتك يا عقب عم اول عكس يعني يا انت يا شريفة. عم تكتشف اكاذيب. عم تكتشف اه موضوع معين بتعلق بيه الطرف الثالث. اه عم بتحاول بعديها انك يعني اما تجاكره اما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم. اه رح تعلمه درس زي ما هو ضحك عليك انت انت حاسس بانه بدك تضحك عليه. شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث واكنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك. حاسة هيك من الورق في عندك كتير صراع من ناحية العاطفة. ما عم ترسى على اه برطول الوقت. لكن بالفترة الجاي انا بشوفك. يعني خلص اه حصلت على الحبيب اه بكل اريحية. اه شايفة انو الحبيب اه شوي الان عم بمر في ضيقة مالية. ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل. اه بشوفك بشوف شوفه. على الاغلب الانتة. ان كان انت او الطرف الثاني. ان كان انتة. اه فلع الاغلب هي المنتصرة وهي اللي رح تكون اه يعني لها اليد العليا في الموضوع. هي اللي رح تكون الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها هي اللي رح تكون الليدر في الموضوع. شايفي هاي العلاقة كتير. شو? شوفها دول كرتين. يعني مكملين لبعض نفس الصورة. عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويا انا ما عم بقول على على الصعيد الثقافي وشغل هذا. لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة رح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة انه يعني رح تشبهوا بعض بالاخير. شايفي انت رح تقدم والطرف التاني رح يقدم نفس الكاس. كاس الحب. فدول كرتين مع بعض انه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض. وعلاقة مستمرة وجدية. ما رح تكون هي علاقة عرضية او كزا. عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير اه شغوف على الطرف التاني مش قادر تستنى بدك باي وقت اه تبلش. اه ولكن هذا صبرك رح يعني اه رح ينتهي ورح توصل للبدكية لانه تن وانا رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الامور هاي كليات هالزنخل اه اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب. راك روت يعني حلوة. بس يا عقرب بطل تشاعم انت وانت رح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار ابعد عن ناس المتشائمة. عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة. او عم بيحكو لك عم بي ايش بيسموها بيكسروا بمأديفك على قولة اخواننا المصريين حبايبنا. اه او انه يعني ما بعرف اه في حواليك ناس بحاولوا انهم يحطوك. فابعد عن هاي الناس او همشهم ازا كانوا من العيلة اه بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها. فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص ازا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون. فبس انكم تتعدوا عن الاشخاص اه السلبيين. شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن الركعتين شكر. يا رب اه على موضوع انت كنت اه شوفوا هادا الشخص في جزيرة لحاله وحيد. اه مثل مثل برمودا ما فيش يعني احده هناك نهائيا. اه اجهاله الفرج من بعيد. فبيقول لك رح توصل لهاي المرحلة. انه تشكر اه ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي. ان شاء الله يا رب الله كريم. اه بس بقول لك زيح الافكار السلبية من من راسك اه لا تسمع اه اوهام لا عيش بالواقع زي ما هو. كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية. فلا بيقول لك امشي على الارض. يعني امشي واحدة واحدة واحدة. ما تحلم بالشيء البعيد جدا. لا احلم شوي شوي يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما ما تحمل حالك اه اكتر ما بتستحمل. طيب خلينا نشوف مثلا شو بنا نشوف? خلينا نشوف هدول. الكروت شو عم تقول? لبرج العقرب. شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية. ازا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لايجابية ازا عملت هذا الاشي. سامح. ما بحكي لك انه تنسى. يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة او ماشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا. بس انه اه سامح على الاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي. ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه فيه شوي يروح انتقامية عند بعض الناس. اه راح تكون بيقول لك هون انه خفف شوي من الحساسية. اه اكون عملي اكتر. اه مشي امور. اه ما تدقق على كل شي وكل اشي راح يمشي. بس بيقول لك انه احزر من الحساسية. يمكن الفترة الجاي راح تكون كتير حساس. خفف من هذا الموضوع ازا كان موجود عندك. حبايبي برج العقرة برجع اشوف اشوفكم في فيديو تاني. برجع اشترك جينب راح تاني Real